بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء جي الوقت بقى ان احنا نطبق قوله تعالى بل الإنسان على النفسي بصير ونيجي نبص شوية على بيوتنا فلما بنبص على بيوتنا ما بيكونش همنا ان احنا نبص على اسوأ شيء لكن همنا ناخد خطوة لقدام وعشان كده بنقف شويتين تلاتة قدام اي حجر عثرة بيخلينا ما نتقدمش في التوافق الزواجي وعشان كده حلقات يوم الحد بنتكلم فيها عن التوافق والسعادة يعني التوافق الموصل للسعادة في حاجة عندنا في بيوتنا شوية احنا مستهنين بيها ومش محترمين خطورتها وبنتهاون بيها جدا 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 وهي بتمنعنا من الوصول إلى السعادة النهاردة هنتكلم عن المشكلة بتحصل في كتير من البيوت للأسف وبتعمل أشياء في غاية الخطورة لأنها بتمارس تحت أشياء احنا بنتصور أن هي لذيذة بتتعمل تحت سطار المزاح وخفة الظل والتبسط لكنها في الحقيقة مشكلة حقيقية بتؤدي لحصول فجوة ونزاع ما بين الزوجين وأنا بعيني في جلسات الإرشاد الزواجي لما بتتبع ده بشوفها موجودة وبتستخدم كأدوات لإشعال فتيل البيت والإغارة الصدور وللوجع طول الوقت إيه هي بقى المشكلة دي؟ إحنا نتكلم النهاردة عن شيء استلاحنا عليه وسميناه التنمر الزواجي التنمر الزواجي اللي في بعض الأحيان بياخد شكل الألش على بعض أو شكل التريقة أن الناس تتريق على بعض ومتعتبر أن التريقة دي خلاص ثبتت فيبقى في كل المشاهد ويوم ما قاعدين مع بعض كل واحد بيقول تريقته أصوض الناس وما يعرفش قد إيه داية بتكسر الخاطر وقد إيه بتوجع وقد إيه بتأذي وقد إيه بتحسس الإنسان إنه هو قليل بنسمع كتير شكوة من الزوجات والأزواج إنهما بيتنمروا على بعض وبالذات الزوجات بتشتكي من تنمر الأزواج عليهم فمثلا الزوج يتنمر على وزن زوجته في وسط الناس أو حتى بينهم وبين بعض أو حتى مع أولاده يتنمر عليها على وزنها وعلى حجمها وشوف أنا فصلت إزاي ما بين الوزن والحجم لأنه ساعات يجي يتكلم على حجمها على شكلها وساعات يتكلم على إيه دا أنت وزنك بقى ديه كل دا بالتفاصيل دي وممكن كمان يتنمر على مظهرها أصلا وطريقتها في اللبس وكمان تسليحة شعرها وهم في البيت أو طريقة كلامها إيه الطريقة البيئة دي أو إيه الطريقة الفلاحة دي أو إيه الطريقة دا مع احترامي وحبي وأنا كذلك منهم ومستوها الاجتماعي كمان كلنا من الفلاحين فعشان ما حدش يظن هو بيقول لها كده ويتكلم بقى على إن هي معندها الزكاء اجتماعي معندها الزكاء علمي مستوها المعرفي أولي اللي هي سازجة تنمر بكل الأشكال ومن أهم أسباب التنمر بقى شوية أسباب بقى عن قلهم كده عشان كل واحد فينا يركز لحسن واحد فينا يكون بيعمل الكلام تتوى ومش أصد أو نعرف إزاي ممكن عن حل دا بعد ما نعرف الأسباب دي هقول لكم شوية أسباب السبب الأولاني المقارنة وده سبب وكأنه سبب تقليدي بس هو من أهم الأسباب لما الزوجة أو الزوجة بيشوفوا ستات أو رجالة تانيين غير أزواجهم وزوجاتهم سواء بقى بيشوفوهم في التلفزيون أو في السوشيال ميديا أقصد تلفزيون طبعا الفضائيات أو النت أو السوشيال ميديا أو حتى الأقارب والأصدقاء بيبتدوا يعملوا إيه؟ يبتدوا يبصوا للصورتين صورة الزوج والصورة اللي هو شافها الصورة المتلمعة المتأنقة الجميلة فمثلاً الزوج يشوف ست تانية مهتمة بنفسها وبشكلها ويبتد يشوف صورة مراته أقل منها في الاهتمام ده فأشعر بعدم الرضا عن زوجته ويبقى مش عايز يطلب من زوجته بشكل مباشر قال كده هو بيعمل إيه؟ مش عايز يجرحه وكده هو زكي فأيعمل إيه؟ هو عايز يطلب منها أنه يتهتم بنفسها عشان ما تسألوش هو أنت شفت مين أحسن مني وعاوزني أبقى كده زيها وتشك فيه أنه هو بيبص الغيرها أو له علاقات تانية فيلجأ قال إيه؟ هيلجأ للتنمر هيلجأ للوقوع في قوله في مخالفة قوله لا يسخر قوم من قوم والتنمر ده السخرية ولا تنبذوا بالألقاب كوزء من التنمر ده برضو إيه اللي حاصل لما يقول لها الهضبة جافت بتاعتنا وهو مش بيدلعها ده هو عايز يحسسها بضخمتها وهو متصور كده نوعي يخليها تاخد بالها قال إيه تاخد بالها من الحاجات اللي هو عايزها تشوفها في العيوب أو اللي هو شايفها من عيوبها ونواقص ممكن تصلحها بالمقارنة بغيرها وبيكون ده سبب من أسباب التنمر المقارنة حاجة كده احنا بقى حاجة احنا بنسميها عقدة النقص إن بعض الناس لما يكونوا عايشين مع أزواجهم وزوجاتهم وهم نكحين ومحبوبين من وسط الناس وجودهم وعندهم حضور كده وجود وبيكونوا مميزين كده عندهم كارزمة أو لما بيكون فيه اختلاف في المستوى الاجتماعي أو حتى الثقافي أو حتى المادي بين الزوجين بيلجأ طرف من الأطراف للتنمر والطرف الثاني بيبقى هو دوة المكان اللي بيتنمر عليه ويدرب سهامه في قلبه للأسف التنمر بيعمل كده وهو عشان يشعر أنه هو أفضل منه وما فيش حاجة نقصها فالطرف الأقل في المستوى بيضطر يعمل ايه؟ يتنمر اللي احنا بنسميه التكسير فيعمل ايه؟ عشان يكسره ويخليه ايه؟ ما يحسش بأنه هو أفضل منه فيكسره ويبقى دايما حاسس أنه هو أولي اللي في عين شيرك حياته وما يشوفش نفسه عليه يعني ما يتكبرش عليه وعشان يكون دايما محتاج لكلمات الدعم والتقبل من شيرك حياته عشان يسق في نفسه ووقات الطرف الأعلى بيتنمر على الطرف الأدنى يعني كده فيه تنمر وكده فيه تنمر هو شايف نفسه كتير عليه وعاوز يحس بالنعمة اللي هو فيها السبب الثالث بقى سبب شوية موجع هو السببين اللي فاتوا يعني ما كانوش موجعين سببين بس احنا السبب الثالث أسوأ السبب الثالث الانتقام أوقات التنمر بيجي بسبب أن فيه طرف من الطرفين جرح التاني فالطرف اللي اتجرح وهو صعب أنه يقول له اتجرح ازاي ولا طريقته ازاي أو يقول له انت جرحتني ازاي ولأنه هو حاسس أنه لو قال له هو جرحه ازاي هو مش هيحس بده فيزيد جرحه جرح فبدون ما بياخد باله بيحاول ينتقم وتطلع ألفوزه مليانة تنمر عشان هو بياخد حقه من جوا كده لما تفتح جوا وتنزل في شعور الأعمق تجد خد حقك خد حقك بالكلام تنمر عليه تنمر عليه عشان ايه عشان نفسك تبرد وقد يكون سبب أنه ما كانش قابل الزواج أصلا من أول يعني ساعات ستات بتبقى انجوزة وما كانتش عايزة جوازة دي أو واحد تجوز عشان في الأول خلص عايز تخلص من من ذكريات الإكس مثلا وعايز تجوز جواز جديد عشان يتخلص من التجربة القديمة فرح متجوز بسرعة وهو مش قابل مراته دي أو أهله عايزين يتجوز دي لمصالح معينة أو هو عايز يتجوز عشان مصالح معينة ولسه هو ما تعافاش من تجربة قديمة أو هو متعلق بتجربة قديمة كل ده موجود فيعمل ايه فهو حسن هو مقصوب على الجوازة دي فيفضل ايه طول الوقت بيتنمر على زوجته كأحد المقدمات إنه في أي وقت لما يحاول يسيب الجوازة أو يخلي الشخص ده يكرهه هو ويسيب الجوازة بس هو طول الوقت بيعمل أفعال فيها مقاومة إنه هو يفضل في الجوازة دي الحاجة الرابعة ودي مشكلة بقى بتوصل لشعور الأعماق وهو التنشئ بقى إنه واحد بينشأ على ده فالتنمر ممكن يكون على فكرة سببه مشكلة في التربية مشكلة في تنشئة الشخص ده فالشخص المتنمر مثلا ممكن يكون أصلا إيه اللي حاصل شخص أثر من أثار التنمر وأثر من أثار الإهمال وأثر من أثار التجاهل والرفض فكل العلاقات السيئة اللي حصلت له وكانت نتيجة العلاقات سيئة ما بين الأبوين اتصبت كل محصلتها في قلبه يعين فبقى يعيني حاسس بالهوان والضعف والعجز وأول ما جات له الفرصة بقى ودخل الجواز وحس إنه قادر يعمل حاجة إيه اللي حاصل يطلع بقى اللي عنده يتنمر فلما بيتم تضييق الخناق على الطفل بشكل كبير فبعض الأحيين بيحصل إيه بيتحول ده إلى نوع من أنواع الممارسة القاسية عليه اللي بتخليه كاتم شيء وبيطلع في أول فرصة عنده وتبقى ممارسة من ممارسات المحاولة تسيطر على الآخرين عشان هو يحس بالأمان وما حدش يقدر يضره وكمان التنمر ممكن يكون بسبب الغيرة والبحث عن الانتمام وجاذب الانتباه وبسبب الافتقار إلى الشعور بالأمان يضطر الإنسان يدافع عن نفسه فيبقى المتنمر دايما طفل من طفولة أنا بسميه الطفل وارث القسوة والتي صنعت فيه القسوة هذا الإحساس الإحساس أنه دايما لازم يكون مهم أو دايما يحس أنه هو مش مهم وفي كلا الحالتين هيدطر يتنمر عشان الشخص اللي قدامه يحس بأديه أهميته وأديه هو كاب أو أنه يحس أنه لما يتنمر عدم الكفاية اللي عنده وعدم الإحساس بالنجاح هيخليه لما يتنمر على الآخرين يحس أنه هو كفء وعنده حالة من حالات الوجود وهو يتصور أنهم يحبوه غير لو يوصل لمستوى عالي جدا جدا فيضطر أنه هو يتنمر عشان يعمل ده فمسا لو في الرياضة أو حتى في المظهر أو في اللاباقة أو حب الناس يفضل هو لو ما حصلش ده عنده مخزون لأنه ما حصلش ده عنده مخزون جاهز للنواه يبقى متنمر يبقى صناعة المتنمر تبدأ أول ما تبدأ في البيوت بعد كده رقم خمسة بقى أنه واحد عايز يظهر قوته يظهر نوة فتوة يعني طب يعمل كده إزاي عن طريق كثرة انتقاده ساعة الرجالة بيعملوا كده عشان يفردوا سيطرتهم ويظهروا أنهم أقوية فهي أكتر حاجة يستخدمها عشان يظهر أنه قوي هو إيه الاستهزاء بالطرف التاني عشان يشهر الطرف المتنمر أنه قوي وقادر يفرد سيطرته ويتنمر عليك ومشي تقدر تعمل حاجة عارف أنت الطريقة دي الطريقة اللي ممكن يعملها البلطجي واللي يعملها الشخص اللي هو بيمارس العنف في العلاقات العنف اللي هو عنف التعبير ويحس كده أنه هو يتعمله ألف حساب في العلاقة الزوجية ومع أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أقول لنا ما كان الرفقه في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة وعشان كده من ضمن التنمر ممكن تلاقي مثلا الزوج يقول لي زوجته أنت فاكرة نفسك يعني ست شوفي الستات عاملين إزاي بص لشكلك بص لجمالك بص لشعرك أنت محسوبة على الستات غلط وكمان ممكن تلاقي الزوجة بتقول لي زوجة هو أنت فاكر نفسك راجل زي بقى الرجالة أنت آخر مرة وزنت نفسك إمتى هو أنت شايف الرجالة بيروحوا الجم وبشكلهم فرمة وإزاي ده أنا مدفونة معاك بالحياة وحاجات تانية من هذا القبيل طب إيه الورطة اللي احنا فيها دي الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنة وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إحنا لن نسع الناس بأموالنا ولكن نسعهم بماذا ببسط الواجه وحسن الخلق ده مش من حسن الخلق بس خالص مالوش دعوة علاقة بالحسن الخلق مالوش دعوة بالعشرة بالمعروف ده خالص فيها وأعاشرهن بالمعروف فالتنمر ده يا سادة شيء من أصعب ما يكون شيء قاسي جدا من أكتر الأشياء اللي بتكسر الخواطر والناس في فاكرينها زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفة فما بالك بأيزة كان يلقي لها بالا فصاحب أو الكلام ده اللي بيجرح ويخلي الإنسان حاسس بعدم الاحترام وعدم الأمان والتهديد طول الوقت وإن هو على الممكن ده يستمر في علاقة ماليانة بالتنمر أكيد لا وعشان كده من أكتر الأدرار اللي بتحصل من التنمر إن الأولاد كمان بينشأوا في بيئة غير صحية وبيتأثروا بالجو المليء بقلة التقدير وقلة الاحترام بين الزجين فالأثار السلبية مش بتقف عند الزجين أنا عايز أقول لكم حاجة أنا بحس إن البيوت اللي فيها ناس متنمرين الحطان نشعة تنمر وإذاك الزجين محتاجين يراعوا جداً وعملتهم مع بعض عشان يحافظوا على الأسرة يحافظوا على هذا هل عايزين نعمل لربنا أنعم بيها عليهم مش بس على علاقتكم كزجين ببعض لكن كمان كأباء وأمهات وإذاك ربنا سبحانه تعالى قال يا أيها الذين أمانوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا النساء من نساء عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنبزوا بالألقاب كل يعني أنا وقفت أمام هذه الآية كثيراً التفصيل في ده وكأنه بيتكلم عننا فلان لا اكتع فلان ما عرفش إيه فلان ما عرفش إيه ألقاب وإيه تاني وألفاظ وسخرية تفصيل دقيق لكل الأدوات اللي بتستخدم في التنمر فالتحذير هنا عام لكل المسلمين ما فيش حد من حقه على فكرة يعني خلينا أقول لك نفسك أتقول لك أنت من حقك أن أنت تتنمر من تاني ده نوع من أنواعها وساعات بقى فيه سبب من أسباب التنمر ده العلة بقى التبرير بتاع التنمر ده أنا بقول لك كده عشان أنت قريب مني ها لا 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 ما تكذبش ما فيش حد بيتنمر على حد عشان قريب منه هذي أكذيب وما أبرق النفسي إن النفس الأمارتهم بالسوق ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه لأ بتبطل الحكاة دي وعشان كده الزجين هم أولى الناس إنهم ياخدوا بالتحذير ده لأنهم أقرب الناس لبعض وهندهم أمر زائد وهو إنهم يعشر بعض من المعروف والتنمر لا علاقة له بالعشر بالمعروف لازم نعرف إن الرضا عن شريك الحياة نعمة كبيرة وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن ومؤمنة إن كرها منها خلقا رضي منها الآخر فإن كان المؤمن ما يسيبش زوجته عشان هو كره حاجة فيها فالأولى إن احنا كمان ما نجرحش ولا بكلمة ولا هي كمان تجرح زوجها بكلمة ولا بنظرة فالعشرة الطيبة يا سيدي هي اللي بتدوم وهي اللي بتخلي البيت عمرا بالمحبة والمودة والسكينة ويبقى الأولاد حاسين بالأمان وحاسين إن هم طلعين في مكان بيساعدهم على إن هم يبقوا أسوياء وعشان كده دوت اللي بيخلينا نحس بقوله تعالى ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالمودة والرحمة يا سيدة بتبدأ من الكلمة الحلوة من النظر الحلوة قبل الفعل الطيب طيب أنا حاسس إن احنا اتكلمنا في واجعة لإن ساعات الحاجات دي بيبقى في وقت كثيرة من ما سكوت عنها أنا ساعات لما بيجوني الأزواج وهم بيتكلموا كده أحس إن في حاجة كده وحاس بيه إن هم ميحبوش الكلام مع بعض لما أحس إن هم ميحبوش الكلام مع بعض أعرف إن هم بيتنمروا على بعض أو إن الواحد فيهم على فكرة من أشكال التنمر شوفها تقول إيه شوفها يقول إيه أنت برضو بتقولي نفس الأفكار دي أفكار عفع عليها الزمن أنت قديم قوي أنت معرفش كل دي أشكال التنمر كل دي أشكال من السخرية عايزين بقى نفتح باب عشان نحل المشكلة دي تعالوا ناخد بإيدين بعض ونتكلم على شوية إجراءات كده عساها تساعدنا إذا إحنا التزمنا بيها وحاولنا نعملها أول حاجة نتوقف فورا عن كل أشكال الإساءة وكل أشكال الكلام اللي من تحت لتحته كلام اللي كل واحد فينا يبطل يمسك السلك العريان بتاع شرك حياته اللي هو إيه السلك العريان ده الحاجة اللي بتوجعه الحاجة اللي بتوجعه ما ينفعش يتكلم عليها وهو بيكلمه لازم نبطل نبتعد عن الأشياء اللي بتوجع محدش عارف إنه علاقته علاقتها بأمها بتوجعها لأن علاقته مش كويسة فيروحش يقولها شوف علاقتك بأمك شكالها إيه وأنت في حد بيحبك تنمر فلاش كده فأنا توقف أمر التاني أتوقف بقى عن الإساءات طب أعرف إن دي إساءات زي لما لقي حد منتدايق من اللي أنا بقوله دي بيقى دي إساءة أقول لي ما فيه واحد حساس مش بيعرف أتكلم معاه لا 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 فيه كلام محايد مفوش إساءات يبقى تاني حاجة مفيش حاجة يسمع إساءة نبطل الإساءة يبقى نبطل نمسك السلوكو العريانة بتاعتنا اللي احنا عارفين إن هي أماكن الوجع دي ونبطل استخدام الألفاظ المسيئة طب أعرف الألفاظ المسيئة منين من الشخص اللي أنا بتنمر عين تالت حاجة لازم يبقى فيها اعتذار لازم يبقى فيها اعتذار عن كلام أو أفعال بعض وده ممكن على فكرة يتعمل تفصيلاً وإجمالاً لو إحنا فعلاً حسسنا شيء حياتنا إن إحنا نقول كده وأنا بقول هنا فيه إجراء حلوة أو أقول عشان تحصل التوبة بحق وحي وده الإجراء الرابع الإجراء الرابع بيقولي بقى إن إحنا نستبدل الكلام السلبي بكلام حسن يعني إيه؟ يعني اللقب اللي أنا كنت بندهولها هدبة أسميها نسبة حياتي بس ده مش حقيقة لا حقيقة عشان أنت من غيره وإن حياتك هتبقى صعبة قوي أنت لما تقولي له يا سندي يا زوجي يا ظهري أنت من غيره على فكرة برضو كان يحصل كده ما حدش فينا مضطر إن هو يقولي نفسه أنا كده بكذب لأ ما بكذبش علينا إن إحنا نستبدل كل الألقاب السلبي بألقاب حسن ونذلك شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى سيدة عيشة أو كانت تلقى بالحميراء ليه؟ عشان هي البكر الخجولة اللطيفة إذن لازم نقول كده شوف حتى السيدة عيشة تقولها عصفوره من عصفري الجنة الألقاب الحسنة دي تخلي الواحد يحس إن هو عنده مكانة خاصة في قلب شرك حياته رقم خمسة بقى عايزين نتكلم سواء عن اللي بنحبه عن اللي بنحبه مع بعض لازم نتكلم على بتحبه مع شرك حياتك لازم تقوله أنت بتحب إيه وتقدموله عشان هو يقدر يستخدمه ويبقى وهو بيتعامل معك يحس إن هو قادر يعرف إزاي رضيك وده شيء مهم جدا 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 رقم بقى ستة عوضوا كل اللي فات بحسن المعاملة وسنعط زكريات جميلة والتعبير عن الحب وآخر حاجة وده شيء مهم أوا أوا ادعو ربنا سبحانه تعالى إن طيب الخواطر ويجبروا اللي اللي انكسرت وقولوا يا رب إن كنا قد أزينا أحبابنا فأنت وعدتنا باشتفاء من كل ذلك فيا من أنت تشفي ويا من أنت وعدتنا وقلت إذا مرت فهو يشفي اشفي قلوب أحبابنا من آلامنا واجعلنا طيبين مطيبين واجعلنا بابا لسعادتهم وفرحتهم وارزقنا يا ربنا القناعة وارزقنا أن نكون قادرين على أن نعبر عن مشاعرنا بطريقة ترضيك وتجعلنا نسير على خطى حبيبك المصطفى ونتبعه في حلو كلامه وحسن معاشرته يا رب العالمين أكرمنا واجعلنا من أهل حسن العشرة في كل وقت وحين بعد الفاصل يا سادة نلتقي بحضراتكم عشان نتلقى سئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا حضراتكم معانا صفحيتنا على الفيسبوك صوحة بن نامي جولات وعسيرو اللي بنا نتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونخصص ليها وقت عشان نجاوب عليها وفي الفاصل كان الحوار في غاية الحماسة عن موضوع النهاردة ويبدو أن موضوع النهاردة موضوع مهم جدا موضوع مهم جدا لأن احنا في الحقيقة ده الحاجات اللي بتسري كده وما حدش بياخد باله بينها وبعدين لما تتراكم بتعمل لنا مشاكل كبيرة جدا 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 وعشان كده أوعدكم أن احنا الحاجات اللي زي دي عنوض نتكلم عنها بس مش لازم نتكلم عنها في كل مرة كل حاجة أخذ لها حلقات منفردة لكن عنوض نتكلم عنها لغاية ما نخلص منها لأن بصراحة احنا محتاجين دواء محتاجين علاج محتاجين علاج لكتير من الحاجات اللي احنا أدمناها واعتبرناها جزء من الحياة وبعد كده لما يطلع المرض ويطلع عندنا أوجاع نقول احنا بنتوجع من ايه فلازم نتعامل مع الكلام ده بكل وضوح وارجو أن الناس تشوف اللي عندها تنمر تشوف الإجراءات اللي احنا عمناها ويبصوا عليها كويس وتعالوا ناخد أول سؤال معنا من السيدة أمو مريم اتفضلي وعليكم السلام وحكاتو أنا عندي تسؤال لحضرتك طبعا بس أتمنى على حضرتك أن حضرتك توطي التلفزيون تسمعيني من التلفزيون اللي وتكرمتي حاضر أنا متزوجة شويني كده أشياء أنا متزوجة وعندي أربع بنات نعم أنا موظفة يعني خالية مراتي بتاعي الخاص بدخل نصه في البيت والنص الثاني وأنا بخليه لي لو أحد من البنات تحتاج أي حاجة أو البيت أو كده بس يعني إيه جوزي لازم يعرف المرتب كله كاد أنا دايما أقول له إيه لأ مثلا ده أنا خدت نصه يعني ما خدتوش كله بحكم إن إيه إن الجوزء الخاص دي ما معرفوش بيه وأنا برسو نفس الوقت بطرفه على البنات وعلى البيت بس بتبقى الكتبة في الحتة دي اللي هو المقدار يعني المقدار أديه يعني آيوة المقدار أديه يعني مثلا ممكن مثلا ألفين لأ خلاص أنا أبطت ألف والألف التاني أنا بشيلها لأنه لما بدأ يعني لما بحطها في البيت ممكن إيه لو أنا عايزة حاجة تانية مش بيرضي الديهان أو مش بيرضي نفسها أنا بخليها الاحتياجات الخاصة أنا والبنات طيب أنا عايزة أقول لك حيا أنت حديك بتسأليني بقى اللي أنت بتعمليه ده حلال أو لا لكن ممكن تسأليني يا وزوجك من حقه ده أو لا هو مش من حقه أنه يسألك على ده آه طيب لكن إحنا تلا استنى بس عشان نكمل المعلومة لأن في بعض الأحيان لما تتاخد المعلومة بشكل مكتزى أولا بس خلصت السؤال أو لا آه ده السؤال وعايزة كلمة للبنات عشان الصلاة وكده يعني والحجاب حاضر بس الصلاة بقى بنقطع فيه حاضر حاضر نعم نعم شكرا بص يا أستاذة مماري أول حاجة الزوج حضرتك مش من حقه أنه يسألك لكن أنت لو قلتله الكلام ده فيبقى ده من حسن العشرة بتاع حضرتك الأمر الثاني لو أنت شايف أنه ده بيترتب عليه أدرار مش لازم تقول طيب الحالة اللي أنت قلتها للتعبير اللي أنت قلت ده ده ما فوش كذب لأن أنت قلت أنا أبط ألف لأن أنت أبط ألف وألف 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 فأنت أبط عدد من الألافات فأنت أبط ألف كده أه أبط ألف طب أنا عايزة أقول إيه عايزة أقول أني إذا كان في حالة أن في حد بيتعدى يعني أنا من الناس الذين يرون معنى استقلال الزمة المالية يعني ان السؤال عن انا باخد كام او ما باخدش كام ده نوع من انواع الخصوصية كتير من الاعمال لما بتدي مرتبات متفاوتة للناس ولا تسمح لاحد ان هو ياخد ده لان الزمة المالية مستقلة احنا في البيت لازم نحترم بعض اكتر من كده مش نعتبر ان المسائل كلها مباحة هل هي عندها خصوصية اه بتقبط كم من الشغل خصوصية قالتها اهلا مسائل ما قلتاش ما اسألش عنها لان انا في الحقيقة منطقة المال بالنسبة للمرأة منطقة خطرة جدا لان المال عند المرأة بيساوي الامان ليه عشان هي شخص مادي لا عشان هي شخص بتخاف جدا جدا على كيانها وعلى اخلاقها لما ما يكونش عندها مال فيا دايما بتحب تأمين النفس وقتلاقيها هي اللي بتسع عشان تشتري شقة جديدة وتعمل كده وتجمع الفلوس وعشان كده هي شطرة جدا بتبقى شطرة في الادخار ليه عشان هي اكتر احساسا بالاحتياج الى الامان طب انا بقول لحضرتك ايه اللي انت بتقولي لي زوجك دوت ليس عليك فيه اسم ليه لان ده من قبيل المداراة وليس من قبيل الكذب لان انت فعلا ابطي الف طب انا بعلمها تلوقتي ان هي تكتب لا اللي هي حصل ده ده صدق يا بتسألني لما قلت ان انا ابطت الف كنت كاذبة لا لكن امت بقى هتبقى المشكلة لما يجي يقولك هو مرتبك كله كام فانا شايف ان احنا كده ما بنحلش مشكلة انا شايف ان احنا نقعد مع بعض ونتكلم عن المشكلة الاساسية وان كانت المشكلة دي هتحتاج لخبير في الارشاد الزواجي انا كلمتك في الجهتين كلمتك في جهة اللي انت بتقولي ده فيه كذب ولا مفوش كذب الحياة التانية احنا محتاجين ايه محتاجين زيارة لارشاد الزواجي مسألة البنات بقى البنات لو انتوا الاتنين مصليين ومقبلين على الله سبحانه وتعالى وكده الخلاف اللي بينكم ده وشوية الحاجات اللي بتظهر بينكم دي هي احد اسباب عدم مدومة اولادكم على الصلاة ليه كده بتقولينا كده لان الاولاد بيقولوا ومهو بتعرفوا على الدنيا من خلالنا اذا كان الناس اللي بيصلوا والناس اللي بيعرفوا ربنا هي دي علاقتهم ماما بتخبي من ورا بابا واما طبعا انت علمتهم من انت خبيه كدب لان انتوا بتربيهم عايزهم يقولوا لك كل حاجة فعلمتهم ان التخبيه كدب والتخبيه مش كدب فانت علمتهم ان التخبيه كدب فماما بتكتب على بابا وبابا عايز تستغل اموال ماما ايه ده فين الدين بقى فلازم تعود مع اولادك وتقول لهم انت ان الكلام ده ما تفتكروش ان هو صح واولادك لازم يعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى ما لهوش دعوة بالخلق معاملتنا مع الله سبحانه وتعالى لانه الله لان صفاته سبحانه وتعالى صفات الجمال لانه هو اللي مالك كل هؤلاء الخلق فلازم نتعامل مع الله ونصلي بهذا الامر نصلي صلاة الحب نقبل على الله سبحانه وتعالى عشان يقبلنا سبحانه وتعالى نعم معانا الاستاذة سحر استاذ سحر السلام عليكم من فضلك الشيخ وآله وسهلا بحدكم عليكم السلام عليكم وآله وسهلا بحدكاته الفضلي والله انا بسأل حضرتك انا كان جوزي الله يرحمه كان كتب لي الشقة اللي انا قعدة فيه طيب بس كان حطيتلي فيها شرط ان هو لحق الانتفاع طول ما هو عايز فيه لان هو كان متزوج من زوجة قبل مني وانا ما خلفتش وكتب لي الشقة ديك على سبيل كتعويض او حدا كده مثلا طيب طيب فالورثة طعموا على العقد دي فالقاضي اعتبره وسيطنا بعد الوفاة في تلفي الشقة تلفي الشقة بس فحتى بعد ما حكم بتلفي الشقة قال له ابن وبنت متوفيين في حياته يعني انا اخد الباقي من الوصية الوجبة في الشقة يعني التمي التلفي الشقة طيب السؤال طيب يعني هو كده الحكم كده صح العقد دلوقت كده انا مليشها لاتمي التلفي الشقة وهل بيشترك ان الحاج كان لازم يوطي لولاد الميتين قبل عقد قبل ما لما تكتب هل بيفرق قبل وفاة ولاده وبعده ولا ما بيفرقش طيب اجاوب على حضرتك اجاوب على حضرتك حضرتك ثواني على ساني انا ما باستمتعش اللي ما بشوفه في الشاش الله يباك يعني انت عايزة تسمعيني وانت معانا خليك على التليفون واسمعين ماشي بص يا ستي اللي انا عايزة اقول لحضرتك ان القاضي ده هو قاضي المسلمين يعني الحكم اللي حكم بيه ده هو الحكم الشرعي ليه؟ لان احنا عندنا الفتوى عندنا القضاء مين اللي بيانه للحكم الشرعي بيبقى نافذ ويبقى ملزم القاضي وده قاضي المسلمين يعني ما فيش فرق ما بين اللي هو بيقوله واللي احنا بنفتي به اللي عايزة بقولك كده ليه؟ بقولك كده ليه؟ لكن احنا ممكن يبقى فيه بيان للأحكام الشرعية لما الناس تكتفي بالفتوى لكن اذا ذهبوا الى القضاء خلاص لان حكم الحاكم يرفع النزاع ظاهرا وباطنا يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا اللي انت بتقوليه ده انت حضرك ما قلت ليه الصيغة اللي كتب لك بها زوجك فلو زوجك كتب لك يا أستاذ صحر ويكون لزوجتي حق ملكه هذه العين بعد وفاتي لو كده بعد وفاتي يعني ان انت تتملك الشقة دي بعد وفاته لو هو كتب لك ده تنازل بيع وشرة وسجلناه في الشعر عقر وخلاص خلاص بقت ملكك كلها لكن لو كتب بعد وفاتي تتحول الى وصية واحنا بنفت بان يجوز الوصية وخلاص فانت بقيت ايه وارثة لانك زوجة وفي نفس الوقت في وصية فهتتاخد الوصية دي هياخد التلت طب لو فيه بقى احفاد ايه اللي حصل لو فيه احفاد ابوهم ماتوا وعايش ايه اللي هيحصل هتبقى فيه حاجة سماوصية واجبها فلو هو ده الحال اللي عندنا هيبقى جزء اللي انت خدتيه من مجموع البيت ده صحيح وحكم القاضي ما فيهوش مشكلة لكن هي المشكلة ماذا ان زوج حضرتك لما حب يأمن حضرتك ما كتبش الصيغة المناسبة لمراده كان لازم يكتب الصيغة ايه ان هو يروح يمتنزلك عن الشقة ويحتفظ بيه المنفعة برضو ممكن يعمل كده لكن ده ما حصلش وعشان كده الحكم ده واتحكم اذا كان بالصيغة اللي انا قلت لحضرتك عليها فهو اكيد صحيح واكيد القاضي نظر وبحث الصيغة فوجد ان تكييف ده لانها منسوبة الى ما بعد الموت انا دلوقتي بس وكأني بشرح لك ايه اللي حصل ان هي منسوبة بعد الموت وبعدين بس انا عايز التعلم ادب معين يعني ما ينفعش بعد حكم القاضي نيجي نستفتي ليه ليه ما ينفعش لان خلاص احنا كنا راحين للمفتي عشان يرفع النزاع عند الخلاف فاحنا رحنا لذلك الذي يمنع النزاع لما يحكم بالحكم احنا لو عايزين نعمل ايه نطلب من القاضي ان هو يبحث عن الحكم والرأي الشرع في المسألة وهو نفسه بيعمل كده لما يجد ان المسألة محتاجة الى ذلك بيعمل كده وخاصة في دولة زي مصر لان مصدر الشريع هي مصدر رئيس للقوانين في مصر وعشان كده اللي قضى به القاضي ده صحيح وكان موفقا اذا كانت بالصيغة اللي انا قلت لحضرتك عليها دي نعم استاذ هدير تتفضل استاذ هدير استاذ هدير تم عليش استاذ هدير حاولي تكلميني مرة تانية استاذ حانفي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام راح اطلوه بركاته يا حبيب قلبي والله 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 ربنا يديني ومال وحسنات وباركلي في ولادي قدم احب حضرتك يا سلام الله يا دكتور اكسب بالله نفسي اشوفك كده على منبر الرسول يا رب يا رب يا رب حتى يسيدي اطلع على منبر الرسول مش عاشق اطلع على منبر الرسول بس بس ألمسه وأبوسه وأتبرك بحضرت حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بناشى اللي حضرتك ويسيديك لنا يا رب يا رب يا رب تفضل هو سؤال حصل في المسجد وعيدك تدعي المصفر محمد والاستاذ احمد حاضر سنة وثالثة سنة وحاجة زي كده نعم بيجوا برضو في نفس المعاد يقعدوا في الصف في الاولان يتركعوا ويمسكوا السبح ويسبحوا مشا الله لما جمقكم الصلاة عندنا شيخ محترم كده اسمه الأستاذ أحمد العب السلام آه فإحنا وقفين كلنا في أول صف هو هتقول لي رجع هو هتقول لي رجع هو هتقول لي رجعهم رجعهم من الصف آه فالشيخ أحمد العب السلام قال له لا ما ينفعش قال له لا ينفع عشان دولك أطفال وإحنا اللي لو انت قلبت ينرض عليك فحصل الخراب على كده مشا الله ده كل الصلاة وقيمت للأسف يعني آه قيمت الصلاة ورجحوا من الصف طيب أنا أجاوب على حضرتك حضر يا حاجة حنفي أولا بس كان فيه غلام من بني النجار كان أعلم كان أقرأ الصحابة وكان صغيرا فأما الصحابة لأنه كان أقرأهم وهناك باب تبويب كده هتجده في قتب الحديث بابه إمامة الصبي القارئ يبقى إذن تعالوا نقول حاجة مهمة أوي إن الناس دولة إن هما دولة ما بقاش صبياء ما بقاش ما بقاش صبي حضرتك بتتكلم على الناس عندهم خمستاشر سنة وستاشر سنة وسبعتاشر سنة لو على حد تعبير حضرتك دولا لا يجوز التعامل معهم على إنهم صبيان الشخص إذا بالك خلاص ولو كان صبي يجوز إنه يقف في الصف الأول فكرة إنه ده تفضيل وليس منع يعني منع الصبيان هذا ليس منعا ولكن ليالي أن يقولي الأحلام منكم أنه يبقى ده التفضيل لكن لو أن صبيا وقف في الصف الأول جائز فما بقى إنهم الصبي أصلا يعني أخونا ده هو عايز يعمل حركة إنه عارف حكم فقه لا هو لا عارف الحكم الفقه ولا اللي عملوا ده كان صحيح ويجوز وقفهم في الصف الأول وده نوع من أنواع التعدي على مسلم في مكان مقدس محدش يعمل كده محدش يشد صبي من مكانه إذا كان عارف يصلي إذا كان عارف يصلي سيب ويصلي في مكانه لأن أن أنت ترجع أنت خلوه بيقى اللي عندنا أن أنت ترجع صبي من مكانه عشان يصلي في الخلف في بعض الأحيان بيجعل الصبي ده ما يجيش المسجد مرة تانية وعشان كده لا لم يكن الصديق الصديقي ده لم يكن موفقا واللي عمله ده ما يجوز شرعا وهو ما يجوز شرعا إنه يثير الناس وخاصة بعد الإقامة لأن تأخير الإقامة عند بعض المزال بيستوجب أننا نقيم يتطلب أننا نقيم مرة ثانية كما عند السادة الأمريكية إنه لابد عدم موجود فاصل ما بين الإقامة وما بين الصلاة فإذن ولم يكن موفقا وهذا لم يكن صحيحا وأرجوكم تعاملوا بحكمة وتعاملوا بأدب مع الأطفال أو أنا بقول بأدب هناك أدب للتعامل مع الطفل اللي علمنا إياه حضرة النبي الأطفال ده إذا كان أطفال أما هؤلاء فهؤلاء بالغون والبالغ خلاص أصبح يصلي في أي مكان من المزجد في أي صف يصلي ذلك ذلك البالغ البالغ خلاص مكلف وليس طفلا صغير اللي يدرك الصلاة نتكلم على أبو ثلاث سنين اللي بيقعد يجري في الصلاة ده يخليه وراء عشان ما يفشدش الصلاة يخليه في الصف الخلف لكن واحد بلغه عنده في الاعدادية لا هذا الكلام لا يصح لا يصح وهذا العمل لم يكن موفقا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متأدبين بأداب المساجد وأن يجعل المساجد في قلوبنا مقدسة معظمة وأن يجعل الصلاة في مقامها العالي في تربية الناس وتهزيب الناس واجعل للناس في رقة وفي محبة وفي ود وفي لطف وفي كرم اللهم اجعلنا من أهل محبتك ومن أهل عبادتك واجعل عبادتك يا رب العالمين مغسلة لقلوبنا واجعلنا من الرحماء على الدوام ويا ربنا إن كان منا من يتنمر على زوجتي أو من تتنمر على زوجها فيا رب اخفر لنا وتوب علينا ويا رب تولى جبر خاطر من أزيناه ونعاهدك يا مولانا أن نغير من تلك الصفة القبيحة ونطلب منك أن تعيننا على الصفة المليحة أن نكون عذب اللسان حلو الكلام وأن يكون يا ربنا كل ذلك في مرضاتك وكل ذلك قرب لك يا رب العالمين فاجعلنا ممن نتقرب بجبر خواطر أحبابنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أعننا على حسن الخلق في كل وقت وحين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر